كشفت البيانات الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة التركية عن تراجع عدد السياح السعوديين خلال العام الجاري بنسبة 16% أو 16.96% وهذا كان طبعاً خلال شهر يوليو يعني نتحدث عن تراجع عددهم بنسبة 20% وذلك بمقارنة بنفس الفترات من العام الماضي المزيد في هذا التقرير تراجع عدد السياح السعوديين إلى تركيا بنسبة كبيرة بلغت 17% فيما وصلت النسبة لقرابة 29% في أبا المنصرم نسب كشفت عنها بيانات صادرة عن وزارة الثقافة والسياحة التركية التي قالت أن عدد السياح السعوديين لهذا العام بلغ قرابة 370 ألف زائر بوقت وصل فيه عدد الزوار لقرابة 450 ألف بذات الوقت من العام الماضي قطاع السياحة قطاع مهم بالنسبة للاقتصاد التركي تركيا تستغل وبتنشط العديد من القطاعات الأخرى للأسف يشعر التجار مؤخراً بتراجع في عدد السياح العرب هذا يؤثر على عملهم ودخلهم من جانبها السفارة السعودية في الأراضي التركية كانت قد أصدرت ستة تحذيرات لمواطنيها خلال هذا العام تحذيرات جاءت على خلفية وقائع وأحداث طالت مواطنين سعوديين ففيما تعرض مواطن سعودي في أغسطس الاعتداء بمنطقة شيشلي خضع إثرها لعدة عمليات نبهت السفارة السائحين السعوديين لوجود عصابات تستهدفهم وتستهدف تحديداً أموالهم ومقتنياتهم وجوازات سفرهم وبيّنت السفارة تلقيها لمائة وخمسة وستين شكوى خلال أربعة أشهر تخص فقط جوازات السفر تراجع عدد السياح السعوديين يعد لأسباب من عدة بعيداً عن السياسة من هناك بعض الحوادث التي طالت سعوديين ودفعت السفارة لإصدار بيانات تحذير يجرب سلطاتنا التعاطي معها بشكل أكثر جدية بحسب الإحصاءات الرسمية وبعض البيانات لمواقع مختصة بإحصاءات شركات الطيران والمطارات فإن المواطنين السعوديين احتلوا المرتبة الأولى في تراجع عدد السياح إلى تركيا لهم في ذلك الإماراتيون وفيما تراجعت مرتبة السياح السعوديين القادمين لتركيا من المرتبة الرابعة إلى العاشرة يقول مراقبون أن ذلك كان له أثر واضح على حركة السوق التركية لسيما قطاع العقار تراجع ملحوظ لعدد السياح السعوديين في الولايات التركية تراجع يسنده مراقبون للسياسات تركيا وللمخاطر التي تطال بعض السياح هناك والتي أجبرت سفارات المملكة على إطلاق سفارات إنذارها في وقت يقول فيه اقتصاديون بأن هذا التراجع سيلقي بظلاله على السوق المحلية لقناة الإخبارية علي تباب اسطنبول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا